السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعمليني الاخبار يارب تكونوا بخير زي العادة هنبدأ طبعا الفترة الاخيرة معكم بتحية اجلال وتقدير واعزاز لاخوتنا في فلسطين اللي زي ما بنقول دايما هم شرف الامة هم اللي بيدفعوا عن الامة هم واقفين لوحدهم عزل بدون اي حد وبدون اي حد ما بيحاول حتى يعني الحد الان الله اكبر غزة محاصرة مفيش ولا دولة من الواحد وعشرين دولة العربية قادرين اه اه الله اكبر قادرين يدخلو لها مقطة ماء رجعنا الله الفترة العصر اهو بترسة بسأل ما بتعملش اسلامبول ليه بترسة بسأل ليه ما بتعملش لا والله ما المود مش حلو انتو شايفين الاجواء كلها لكن بيقبى في حاجات لازم تتكلم فيها زي مسلا تبرع صلاح النهاردة زي انتخابات نادي الزمارك حاجات كتير لازم تتكلم فيها هال خلط لطيف مسلا انبارح الحمد لله معظم الزمركوية اه معظم الزمركوية اه اه اتكلموا على اه يعني اتبسطوا معايش كنت بقراركم انت بس اه اه اتبسطوا اه ان اه 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 مفيش طيون جات على كابتن حسين يعني على قائمة كابتن حسين اللي حسين اللي حسين اللي منذو هنتكلم في النقطة دي دلوقتي اه 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 ولكن طبعا مود نفسه مود الدنيا قدامك اطفال بتموت واطفال بتموت موضوع تاني يا جماعة موضوع فلسطين وموضوع الكيان السهيوني حصل 600 مرة وشغلت حياتنا من 48 هال ليه هي الموضوع المرادي ظاهر الموضوع المرادي ظاهر وجلل المرادي علشان فيه ابيض وسود المرادي بشكل يعني بشكل واضح بشكل مرعب فيه اطفال اقولت لك خلي عندك شديانة ولا خليك نفسك منتبه ودل اللي حصل في ليفربول الناس اللي نزلت تظاهرت ناس مش فيهم ناس مسلمين كتير ومش عرب ونزلوا تظهروا لصالح القضية نفسها اللي ازاي هيبه فيه قصف ازاي هيبه فيه تدمير ازاي هيبه فيه إبادة جماعية للمجموعة البشر نفس الكلام في امريكا اليهود نفسهم اليهود نفسهم المتدينين اليهود المتدينين نزلوا عملوا مظاهرات ضد اللي بيحصل من الكيان السهيوني ضد الفلسطينيين اليهود نفسهم يتكلموا اليهود نفسهم يتكلموا عنه اللي هيحصل المتوقع كمان لان اللي مش بس احنا على قد اللي حصل وخلاص لأ لأ الموضوع لسه لسه مكمل والنوايا الخبيثة لسه مكملة والنوايا القذرة لسه مكملة والتجيش لسه مكمل واحنا وقفين نقول طب بالنسبة نبدأ بالتبرعات انا بكلنا نحط الفلسطيني ونكلم عن انتخابات الزمالك الكل في الجزء التالي عشان نخش على الموضوع بسرعة عشان الناس بتوعي الوقت ويحبوش الوقت يزيد وكاد موضوع التبرعات محمد صلاح والنهار ده انا جيب سويرس بمنتهى السخافة زي ما هو بيدخل برضه في اوقات مواضيع كتير جدا بيتساخف يعني في حاجات كتير جدا وبيدخل بلا هدف انا بتحسش هو افاهم ايه اصلحات حتى مهرجان الجونال اللي هو اجله ده يقول لها اجلنا المهرجان من كم مش هعرف من كم اكتوبر يعني اسبوع او اسبوعين ونص يعني اسبوع طبعا الاسبوع ده ده ما يكون نشف يعني يعني نعرض بقى لحملة ونطلع بقى فبصنا جيب سويرس على عموان يعني فطلع قال جملة غريبة جدا يعني بعيدا عن انا جيب سويرس يعني اللي هو الناس هتفضل زعلانة حاقدين على اسبوع العكس المجتمع عن مصر الكل المجتمع عن مصر الكل بيعامل صراحة معاملة البطل الهيرو اللي هو اللي في احلامهم السوبرمان اللي في احلامهم اللي كانوا بينتظروا في خيالهم من هذا الشاب المصري اللي راح بلاد الانجليز ودخل القصر وبتاع وهذا فكل الناس وعمل كل الارقام القياسية ده تقدر كل المصريين بيحبوا صلاحة مفيش حد بيحقد عليه كل المصريين التسعة وتسعين في المائة من الناس بتاع صلاح عشق جنوني مفيش حد بيحقد عليه بالعكس ده بيتشعبطوا في نجاح صلاح اللي هو ولد منه اللي هو ايه لما بيبقى استوزنا جيب سويرس بس نسي الصعيد ونسي اخلاق القرية اللي في الصعيد لما بيبقى واحد من القرية مشهور شوية الناس بتقعد تتمنى له الخير وبتقعد تتشعبط في نجاح ومفيش حد بيحقد على صلاح النز على قد المحبة والنقطة دي رألتها حتى في موضوع امام عشور على الكلمة دي وقلتها على جمهور النادي الاهلي في موضوع رمضان صبحي وبقولها طبعا جمهور الزمالك من كتر ما حب امام عشور من كتر ما صدق امام عشور من كتر ما تخيل امام عشور واحد من ولادهم كان معتقد مهما حصل من ظروف وضغوط حتى الوقت كابتن عبوحات السيد بيقول اللي هو جن نادي كل ده لانه حطت امام في منطقة الولد في منطقة الكائل اللي في كبده فازاي على قد هذه المحبة اللي كان عاملها جمهور الزمالك الامام عشور على قد الكراهية اللي بقى بيكرهاله وده طبيعي جدا بدهيا فاي حد بيبقى ليه رد فعل دي نقطة بس ونفس الكلام من جمهور النادي الاهلي مع رمضان صبحي فالنهاردة على قد المحبة بيبقى قد الغضب على قد المحبة بيبقى قد الكراهية على قد المحبة بيبقى قد العتاب فالنهاردة الفلوس اصلا اي حد الوقت بس عشان التبرع طبعا حاجة عظيمة جدا التبرع حاجة عظيمة جدا جدا وحدش يقدر ينكرها ولكن اصلا نتنياه النهاردة طلع قال مفيش حاجة تدخل مفيش حاجة دخل اصلا ده طبعا موضوع مدوش دعوه بي محمد صلاح انا بفهمك مقطة اكبر يعني مفيش حاجة دخلها مفيش مساعداتها تدخل ومفيش مقطة مية دخل الغزة لحد دلوقت يا جماعة بقى لنا عشر تيام مفيش نقطة مية ولا امداد ولا تمويد تمديد بالكهرباء ولا بالغاز ولا بقى اي حاجة بقى لنا عشر تيام بقى لنا عشر تيام فالنهاردة قالوا هيدخلوا مصر امبارح بعض المصادر قالت مصر وصلت لاتفاق المعبر هيتفتح والمساعدات الانسانية هتدخل والمساعدات الانسانية هتدخل مفيش حاجة دخل ده مبدأ ايه ده نقطة هتكلم على دولة بعينها الموضوع المفروض خلاص يا جماعة لازم نتكلم بشفافية لازم نتكلم بشفافية اكتر لان الموضوع معادش محتمل والله الطبطبة ولا مش عافية في دولة زي الامارات مثلا انا متأكد ان الامارات الامارات بالاسم وانا بحب تجربتهم جدا وناس نكحين وكل حاجة وبعشاقهم وناس محترمين معنا وناس بقى بحبوهم على المستوى الشخص ولكن انا بكلمش بقى على الشعب هيا بكلم على الحكومات النهاردة الامارات هتتبرع بكرة الصبح افهمك بقى قيمة التبرع واهمية وصد الكلم وصد الموقف وصد الحسن الامارات انا متأكد وقت اعمار غزة بعد ما الفيلم الهندي ده يخلص اللي الامارات هتتبرع بمبلغ كبير جدا وهي هي الامارات وهي هي الامارات اللي عاملة تطبيع ما هتقول لي كل الدول العاملة عارفين والله عارفين والله اللي هو التطبيع في كل الدول لكن تطبيع بشكل رسمي بشكل شعبوي بشكل موجود الناس اللي راح الامارات اخر شوية اللي راح الامارات الفترة الاخيرة ونزل اخاصة في منطقة فنادق او بتاع بيقابل كمية اسرائيليين بشكل مرعب يعني أنا بحس اللي إحنا ضيوف على الإسرائيليين أصلا لما تروح الإمارات الفترات اللي فاتت دي تضيف عند الإسرائيليين في بلادهم كل اللي تقابلهم لما يحس طبعا لين شكلنا باين يقول لك يا مفروم فلسطين فأقول له طب فلسطين فأقول له طب بتكلم ليه ما تتكلم عربي فبعرف طبعا القصة أنا جاي من أنا جاي من استيت ويبما بيجي وحاولوا يهرب يقول لك أنا كنت فلسطين بس بحب ما جيتش منطقة الشرق الأوسط بس المنطقة تانية قبل كده هو جاي من إسرائيل بس بيتكلم مثلا يعني هنا الدولة دي هتتبر صح ولا لما راتها تتبرع في يوم العيام أول ما أعمار غزة يبدأ اللي مراتها تبدأ تتبر وأنا بقول لك هتتتبرع هل هنا وطبعا الإسقاط ليس على صلاح صلاح رجل عظيم مصري منتمي نفخر بيت طول عمره لكن هل هنا الأهم بالنسبة لي أنا في موقف أي دول مش الأمارات بس الفلوس اللي هتبعتها الأمارات لأعمار غزة ما هي قطر هتبعت والسعودية هتبعت ومصر هتبعت تركيا طبعا بعتت خلاص أصلا وهتبعت مش بقولي الفلوس ملهاش لازمة ومبقولش التبرعات ملهاش لازمة وليس مزيادة على حد وأنا قلت صلاح خر بس هو خر الجملة دي كتحملة للأوجه يعني صلاح خر لكنه حر جملة دي عايز حد بس بيكون ملمة عشان يفهمها مش حر دي يعني مطلقها هو خر بس هو خر الجملة حملة للأوجه كتير بشكل كبير جدا النهاردة وأنا متأكد وده طبعنا وعشاننا فيه اللي صلاح لازم كمان بالضغط اللي تعامل اللي صلاح يشارك معانا بالكلمة لأن الكلمة مسؤولية الكلمة سيدنا حمزة قلتها طبعا برضو فورق الإسقاط والتشبيه لما شاف حد مظلوم شيء اللي سيدنا حمزة شاف اللي ده ابن خوه لأن اللي كانوا بضربوه أصلا فيه ناس من اللي هو سيدنا محمد الموقف طبعا اللي حصل عند الكعبة عشان أنا وحدش عارف سيدنا حمزة لقى الناس قالك اللي هقرب هو بيقرب مين أنا دي كانت كلمة واضحة وهو مش مسلم وهو راجل شاف خب بالك سيدنا حمزة في الموقف ده لما شاف الرسول وشاف اللي بتعرض له المسلمين ما كانش مسلم أصلا برد يانتهم وانا ده اللي أنا أقاعد أشرح لك فيه سيدنا حمزة ما شاف المسلمين هم ما باستضعفه عند الكعبة من الكفار وهكذا ما كانش مسلم أصلا ما كانش دخل الإسلام ولا كان بالعرقية ليه؟ لأنه حتى في العرق لهو منتمي بعرقه لسيدنا محمد لا هو هو أصلا كل برضو اللي بدربوه أخواتهم أو أهل عمومته يعني هي هي ونفس البلد ونفس المدينة ونفس الأرايب ونفس كل حاجة أنا بشرح لك طبعا بالفلاحي خالص يعني الموضوع بس بالكلمة طبعا بالموقف اللي هو دخل ضربه بس بالموقف قال لهم اللي هيقرب لهم هو قرب لي اللي هيقزيهم هو أزاني فالكلمة الكلمة هنا كانت حسمة رغم اللي هو ما كانش مسلم أصلا ما كانش على الديانة الناس دي شاف ناس مستضعفين بس الكلمة كانت حسمة فالكلمة في التوقيتات اللي زي دي الكلمة في التوقيتات اللي زي دي أهم مليور مرة من أي فلوس في الدنيا يعني إن شاء الله لما إن شاء الله يعني ربنا ينصر الناس والموضوع ده يخلص أنا متأكد الغزة من كل مسلم العالم ومن كل ما أحبش برضه أخط الموضوع في عرق أو دين من كل أحرار العالم ونحن نشوف ناس في صوباولو بتعمل الجرافتي بتاعهم النهار ده ناس ألتراس صوباولو وألتراس في الأرجنتين وإسكتلندا تمام كل أحرار العام هتقف مع فلسطين وهتقف مع غزة وهتقف إزاي يقدروا أول ما يفتحوا بس الكهان اللي قافل فالكلمة هنا بس ممكن نتكلم على قافل الممر خلاص ننسى كل اللي فات أقولك على حاجة وهي سهلة سهلة خالص عشان مجتمع الأوروبي بيمث لأن النهار ده أنا فرحان للناس المرة دي يا جماعة معلش هطول في الحتة دي فرحان للناس المرة دي زعلوا اللي كانت الكلمة المرة دي أهم يعني المرة دي الكلمة أهم وده فرحة للوعي الحمد لله تاني أنا بقولك رب درة النفعة الموضوع ده وعى ناس كتير جدا يعني بقيتنا نشوف شباب النادي الأهلي يعملوا شباب منتخب مصر نفس القصة كانت الناس بتاعتفل احتفالات تيكتوكر لو كانت الأيال دي نفس السن ده كل تفكيرهم إزاي يعملوا ما قالت في البيت اللي ماشي في الشارع فيجيبوا مئة مليون ضحكة على البتاع أو يعملوا الصغيرين هم اللي بيعملوا الصغيرين وقفين صغيرين بالأخص في السن بيعملوا فيديوهات توعية بيعملوا وقفات بيحطوا أعلام فلسطين هم اللي بنزيئوا يرسموا الأعلام في الملاعب اللي في الدراجات التاني احنا شفنا لما كنت في كفر الصورة أنا بشكورهم طبعا أنا بحب الحاجات لازم أدّي الناس حقها يعني حقيق حاجة ممكن بس بالنسبة لنا بطوبة جمدة جدا والله العظيم ان ده حصل جمعهم من بعض وفيه جزء حتى في الملعب كده ولكن النشارة معلش مش قادرين نكابل حتة بس فيه ملعب بتعمل عالم فلسطين ففيه بعض الناس بتعلق اللي ازاي دوسوا على العالم الفلسطين انا ما نطب على حاجات لحاجات بس انا هفاهمك اهو دي رمزية عالم برشلونة ما هو قاعد يا جماعة ما هو عالم برشلونة الناس بتدوس عليه ومنشستر سيتي الناس بتدوس عليه ونازل الملعب لكن رمزية العالم حدش الناس بتتلكك بس رمزية وجود العالم الفلسطيني واحنا بنلعب وفاكرينه وبنعمل رسمته دون ناس بدون امكانيات خالص الناس فهمت وفكرت وفاقت فالموضوع فوق ناس كتير وانا نرجع بقى الجمهور في ماليزيا ماليزيا عشان فيها طبعا عظمة طبعا الجمهور في ماليزيا كمان لازم نذكره وكتير في احرار العالم انا بتكلم حتى اللي مش من عرقك اللي مش من دينك انا دايما بحاول اجيب الكلام ليه فرحانا للجمهور العام لقى بيصر على وجود موقف وكلمة المرات دي انها حرب بروبوغاندا من سنة من اول من اول وعدة بولفور الحرب اللي احنا فيها مش حرب اسلحة من اول ايه المغول فاكرين يعني معلش هطول معلش انا اسف فاكرين عم الراجل لما كان بييجي سلامة في فيلم الططار وهم ططار العصر الحديث يعني ها فاكرين سلامة مكان سلامة وكان هو يعني كانت عين ما بيشوفش بس كان يجيوا بتقولهم الططار جايين الططار قادمين وما تصدقوش اللي عملو وما تصدقوش مش حاف ايه جيوجو الططار في الفترة دي كانوا دخولوا بالبروبوغاندا كانوا دخولوا في بلاد بتسقط بالبروبوغاندا اللي هما احنا جيش جرار بناقلوا البشر بناء كل حوم البشر مش عاف ايه ونسيب شوية عشان يحكوا فاجأة حتى اللي هي طبعا برضو قال له لا كد اللي هو في الفيلم يعني بي برس وكتوز يا لما قال له دول كدبين اي بلد بتقاوم لما حاولوا يدخلوا مصر برضو بالبروبيجان اسلام وتسلام وشعاف ايه ولو سلامتوا هنسيبكم والكلام ده اسلام وتسلامو ده حاجة تاني لو انتوا سيبتمنا البلد هندخل البلد وهنسيبكم وتقبوا احرار قالوا كدبين كل البلد اللي بدخلوها اصلا يا اما بدخلوها بالمعاناة يا اما بدخلوها اصلا وبعد كده بيبيدوا شعوبها فالبروبيجان ده بتكسب قبل الحرب فالحمد لله انا لازم فهمت ده ومن اول قيام هزا كانوا السويون البروبيجان ده هي اللي بتكسبوا والبروبيجان ده هي اللي كسبته حتى اه احنا قلنا هنا وانا بقولك انا عشان انا معترف اللي كان فيه طبعا موجود محرقة وداع يعني حاجة كانت قذرة برضو في الانسان اشوف احنا حتى مع الناس اللي هما عدقنا بنعترف لو فيه في وجود حاجة غير انسانية كان فيه وجود اشياء حدثت من الكهان الناسي طبعا ضد الانسانية العموم يعني بس هما مثلا لو كان مقتل لهم خمسة مليون خمس تلاف فهم خلوهم اتنين مليون لو حصل اللي فيه واحد لسانه وتقطع مثلا وحد تشاوه في المحارك هما كمسمائة الف واحد له حكاية بالبروبيجان ده خادوا على الموضوع ده كمية تبرعات غير طبعية بقى بعد كده فالتبرع الوقتي لأ احنا ممكن اظهار قصتنا الحق احنا بنقولش اللي احنا نعمل ببروبيجان ده كاذبة زيهم احنا بنقولش اللي احنا هلوبا كدبين زيهم احنا عندنا ناس زي عبر احمن سامح وزي انس جابر وزي الناس في الوسكواش بس بطل عالم سكواش برضو مصري اتكلم وانس تونسية اللعاب الفردية دول يا جماعة الالعاب الفردية دول اخطر بكتير بقى حد في الاول قال لس لنيني ما بلعبش قلتوا يا ابني لنيني ما بلعبش وبعد كده كوكا اقول للناس برضو كوكا الله ربنا يا كريمه يا رب الاهل وكل الناس الناس اللي ما بتلعبش او القوائم الفردية او الناس اللي مش مهمة ها اتفرجت على الفيلم ده من اعظم قائمة شنادل ده من اعلى واعظم افلام اشفتها في حيتي قصة شفتو شفتو الله اكبر خلينا بس في النقطة دي الناس دي بتتعرض لازا اكتر لانه هو فردي في الاخر فسهل القضاء عليه وجود الكلمة دلوقتي يا محمد صراح وده عشامنا عشامنا تاني هو بالراحة بمنتهى الادب انت حر برضو انت حر انت حر بس انت حر الكلمة هنا حملتها وجه لله يفهم الموقف يتطلب من اي انسان حر من اي انسان بلا ديانة بس هيشايف اللي فيه ابادة جماعية هتحصل لمجموعة بشر ابادة جماعية هتحصل احنا مش عايزين حاجة اقولك على حاجة اللي فات مات عشان اوروبا جالهم اللي احنا يعاني بنتبح البشر واتبعنا الاطفال وده طبعا ماشي عم بست التاني خالص هو من اول وجديد ومش هيئذي اي حد افتحوا المعابر لله حمزة عليها طبعا الناس اللي نزلتنا حد ده محترم جدا احب حمزة من زمن العقلية مختلفة خالص يعني اتكلمت على حمزة اكتر بالمر افتحوا المعابر بس بسط ده بس من غير اي دعم ولا اي حاجة فيه عاجة مجموعة من القطط سوري من البشر هتموت وانا قلت كلمة القطط دي من اول لقطة يعني حتة القطط دي مجموعة من القطط هتتدبح فهما بيتدبحوا بس نأكلهم عشان انت عاب حتى انت بتاعدم حد يعني وانت بتاعدم حد بيفضل ياكور تقول له امنيتك قبل ما تموت وبتاع ويستشهد ففيه ناس بي هتتعدم فيه ابادة جماعية هتحصل والناس بتقولك كده وبعدين حتى يعني في العراق حتى ما كانوش بجحة كده لأ هو بجح المرات واخدها بعنصرية وبعرقية وحضرتك مش عايز تاخد كده ماشي طب فيه ناس هتتدبح معلش يا جماعة ممكن نفتح لهم بس نعد المساعدات الإنسانية عشان يقدروا هم بيموتوا ياكلوا قبل ما يموت بس يفتحوا المعابر للبنى قدمين اللي ما عندهمش مية ما عندهمش غاز ما عندهمش اي اي حاجة تساعدهم في مساعدة لهم بيموتوا ممكن بس نتكلم على قفل المعابر بس اظن دي ولا هنقفين ولا هن لان اصلا حتى مثلا في اوكرانيا اوكرانيا الناس بتقولون حاليش اصلا وهو اوكرانيا طبعا ما حصلش فيها ربع ولا واحد من المليون دا على دا من اللي بيحصل والناس كلها اتكلمت له فلا فكرة اصلا انا هتبرع فالتبرع اهم لا التبرع ممكن يكون زقيمة وحاجة محترمة طبعا من اللي اتبرع وزاولتها لك وربطتها لك بدولة هو زي الامارات ممكن بس كلمة واحدة يا اخي وقفوا الحرب افتحوا المعابر بس بس انت هتحرك رأي عام انت من اهم الناس من اهم عشرة النهاردة في العالم من القوى النعمة من اهم عشرة اشخاص في القوى النعمة طبعا محمد صلاح وده حاجة اللي انا افتخر بها هنا والمفروض تساعتنا وقت ما هي الحاجة اليها انت اهم عشرة شخصات في العالم من القوى النعمة دلوقتي في العالم طبعا هنا اللي قص الشريط ما بحبش المزايدات والله يعني البطريكة طبعا على طول مع القضايا الفلسطينية ده حاجة بس ممكن الكلام ده بعض خفاف العقل اللي قص الشريط هناش كبالة في مصر قطبال وهو اللي جرأ الناس وهو اللي نزل اول واحدة لانه هو محسوب ممكن يكون في حد نزل قطبالك قبلش كان بس شيك عشان هو قوى النعمة داخل مصر من اهم عشر اشخاص ليهم سوشيال داخل مصر وده اكيد يعني ما فيهاش بقى الجدالية دي لما قص الشريط خلى كله بوراه لما قص الشريط او من سبعة ايام خلى كله بوراه نفس الكلام دي ده محمد صلاح لما يقص الشريط لا الدنيا تتحرك عن اي لا ما احترق شو كريم بن زيمة بيقوله الناس جاب عشرة مش عشين مليون شافوا الله اكبر شافوا التويتف لا صلاح هيحض محترامي كريم بن زيمة ولا اي حد محمد صلاح دلوقتي اعلى من كريم بن زيمة فنيا وماليا وكل حاجة كله وتأثيرا وكل شيء وفي النهاية محمد صلاح حر يدعم بالشكل اللي هو عايزه ده بالنسبة لي بس هو حر محمد صلاح حر بس هو حر انتو شفتوا انا عايزة اوري الناس واكيد الناس شايفه اكتر من النجوم اللي بفيهم مش هنقول كراهية انا محبش في الاخص في الموقف ده انا عارف ان الموضوع كله شد وجاز اكتر اتنين في العالم بينهم بالنجوم شيكابالا وجمهور النادي الاهلي فيهم في العالم بتاياه لي ما حصلتش هزيه الشد والجازب الدائم اللي بينهم على طول اصلا عشرة يعني عشرين سنة واكتر ورغم ذلك كل صفحات النادي الاهلي ده شوف شوف كل صفحات النادي الاهلي بتشيت بشيكابالا وحطها في موقف ازاي وبطلع وكتب عنه اشعار لانه له موقف له موقف وصلاح عشان الناس حد كتاب لي ليفربول وممكن يمشوه صاح جايوا عقد في السعودية عشرين ضعف اللي بيخضف في ليفربول انا مش شغال في سوبر يعني مع كلمة اكل ايشو دي دي كلمة بتجنين اتحس لها شغال في سوبر ماركت والتلات تلاف جنيه اللي انا باخدهم يعني مع عيب 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 كلمة اكل ايشو دي مع حد في قيمة وقامة ونجومية وعظمة محمد صلاح تمام وكمان في الله يزيده في مزانياته اللي هو بياخدها تمام وكمان في مستقبله وممكن يروح للسعودية بكرة الصبح او كتر يعني اي عيب ما يكون وهيددلو عشرين ضعف عشرين ضعف اصلا من اللي بياخده في ليفربول والعقد لسه موجود هو من شغور يعني نكلمش على حاجة خيالية مثلا السعودية كانت هيددلو عشر اضعاف اللي بياخده في ليفربول اللي خده كله في حياته في ليفربول هياخده في السعودية فعادي يعني فهم وفكرة اصل الكورة الدهبية اصلا صراح فكرة الكورة الدهبية شبه مستحيل لان النهاردة الكورة الدهبية السيتي بطل الدوري وهما مش في دور الابطال والسنة الجاية مش ممكن ما شاركوش في دور الابطال فصراح اصلا حتى لو السنة اللي جاية ندخل نتكلم بقى عن الزمانك و nice اللي هو مش وقت ولكن هو الزمن والتوقيت بس اللي الله أكبر اللي يعني تسبب فيه اللي يكون انتخابات الزمانيك في التوقيت الجلل ده التحدي الدولي للسباحة بيحزف سورة عبر رحمان السامح بعد دعمه لفلسطين ممكن يكون خسر الماديليا ممكن يكون فعلا ما دخلش في الدايرة بتاعة فيه فيلم اسمه فيربل يا جماعة بتكلم عن الرأس مالية وعفانتها والعفانة بتاعة الرأس مالية ناشي عبر رحمان كسب أعظم مديليا دهبية في حياته اللي هو عمله والتوقيت بيفرق يا جماعة والتوقيت بيفرق فيه فيلم اسمه جانا الباني التالي أكيد عارفينه كلنا لأنه ده بيضحك يعني مش فيلم عميق ولا حاجة التوقيت بيفرق قوي كانت فيه ست محمد هنيدي بيساعدوه علشان نادر بيساعدوه علشان اللي هو يبقى مزيع وإعلامي قوي بتاعه والست كانت تجي توقف في الريكور بتاعه وتسعف معاه الست هي بتاعة الكوشكل اللي تحت البيت عنده كل مرة كانت تجي تدي له الدواء بتاعها بنتها والله حاضر 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 فنادر في يوم من الأيام كده ذاكرة الإنسانية اللي عنده فتقر راح قال له هاتي الدواء شوف لو هو كان خد الدواء يمكن كان سبب من أسباب كل طبعا الأجل نادر لو خد منها الشهاء يعني الورق بتاع بنتها وعرضوا على المسؤولين في وقت بدري كانت ممكن تعيش هو بعد كده لما فاء وحاول يروح يقول لها هاتي الورق عشان هو تديني المسؤولين كانت البنت ماتت التوئيد بيفرق فكرة أننا خلاص كانت البنت ماتت اليوم الثانية اللحظة بتفرق في توحجات زي دي طبعا وهذا ليس تاني هو ليس مزايدة علي حد اللي هو عمله قطر خلو يمع عمله حصة أكتر من ناس كتير ممكن ماقو فيه ناس كتير فلسطينيين من اللي كسبوا صورات من هذا الشعب ما تبرعهش بحاجة لحد دلوقتي ولا عملوا أي حاجة فصلاح يشكر ولكن هو حر بس هو حر ندخل في انتخابات الزمالك انتخابات الزمالك الموضوع الجلل يعني هل يجوز اللي الله أكبر اللي نادي الزمالك اللي القيمة بتاعة الزمالك أولا تستخدم خالد لطيف أو تاخده معاها بدلا عوضا عن يا المندوخ سينل بنسبة 500% لا بنسبة 500% لا ليه لأن هذا يعني هؤلاء المفروض ناس بيقدموا نفسهم اللي هم ناس شرفاء بيقدموا نفسهم اللي هم ناس جايين يطهروا النادي جايين يشتغلوا من أجل صالح نادي الزمالك مع الشرفاء الطهراء فازاي جماعة مجلس عليه كمية الاختلاسات دي عليه كمية الاختلاسات دي وكمية اهضار المال العام دي وكمية تضييع أموال الزمالك دي وكمية الإهانات اللي هم عملوها وكمية الإهانات الشخصية اللي تهانوها للزمالك دي وإزاي بقى الناس اللي جاييننا نضاف هيتعاملوا مع واحد منهم مش ماس واحد منهم ده هو اللي كان ماسك الصندوق بالنسبة لهو هجيب لك أنا بالنسبة لهو كل رجال كل رجال كل رجال بالكلمة هو مافيش مش هقول لك 90% من اللي كانوا حوالين مرتضى منصور كل يعني تصل إلى 99% كل يعني تصل الكلمة اللي أنا بقولها لك تصل إلى 99% من رجال مرتضى منصور اقسم بالله بيخنوه واقسم بالله راحوا للناس التانية واقسم بالله اللي هم مستعدين يجتموه على الهوى ها فهو بالنسبة لخالد لطيف أنا هتكلمك هوا أنا جاي لك في السكة عن الموقف القانوني لكن بالنسبة لخالد لطيف نفسه خالد لطيف عادي جدا يبيع مرتضى ويبيع بمرتضى عادي عادي خالص ولو جالوا بكرة الصبح هم معايا هطلع على الهوى يقول لك ده هو اللي كان مدمر النادي أنا بقول لك هوا خلوه بس جبهوه كده وقلوله يعملوا معا حركة اللي الأهل بيعملها ساعة لما بيكون عايز يا حابب بيرجع حده بعين بيقوله لأ خلاص معلش مش هيرجع وليقوله بس تعالك كده هيطلع يهينو ده فيه ناس بقيت بتقول الممضوح حباس هو اللي مدمر النادي مثلا يعني هو اللي موقف المستشار المستشار مرتضى منصور ها كانت موقفة على ضده وممضوح حباس هذا الخراب المبارك كانت بتقول أستاذ ممضوح حباس أستاذ الحج صاحب نفس الفن صدق فكل الناس اللي حوالين مرتضى بيشتموا دلوقتي في مرتضى وانا بقولك 99% منه الناس كانت شغلة مع مرتضى بتصور مرتضى وكانت معها في الحمال بتشغلة مع الحمالات التانية اقسم بالله فدول رجال مرتضى منصور هيشتغر معا حد هي القصة مش فيهم دول رجال مرتضى منصور قصة مش فيهم والقصة في الناس التانية معتقد استحالة في منصب مهم لأنه يعني مش عضو ودي أنا شايف اللي هي كانت أصلا موتوا الضحف القايمة وكانت كان لازم هاني العتال هو اللي ينزل أمين سندو ويفضل هشام نائب كابتن كل الأسامي كلها احترامة طبعا يفضل كابتن هشام نائب والأستاذ هاني العتال وكاتة طبعا مقبولة وكاتة طبعا ليأ الهاني العتال بقيمته المالية يبقى أمين سندو وكابتن شام ناصر نائب رئيس وكاتة طبعا مجلس قوي جدا دي كانت نقطة ضعف كانوا لازم يوصلوا لنقطة التقاء في الحتة دي ان شاء الله اللي استشكالها تبل وانا بقول لك منتظ صراحة رجل صراح معك دائما مش لقوة المند حسيني ممكن تكون المند حسيني رجل قوي ومحترم وكل حاجة بسما مش بصص لكده لإبعاد هؤلاء لإبعاد هؤلاء وممكن تكون جات من عند ربنا العتال رفض لسبب أنا يعني خليني نفحل عنه لكن كان ممكن نوصل يعني كانت اللجنة دي ممكن توصل أو القايمة دي كانت ممكن توصل بإقناعه في حالة تنحي المند حسين أو المند حسيني كان ينزل العضو ودي كانت الأفضل لنادي الزمالك النهاردة المند حسيني هو دخل في قصة الاستشكال لازم يكسبها بأي تمن مش علشان المند حسيني أقوى حد بالنسبة لي أنا بقولك أنا عندي كومنتات كتير على ناس في القايمة أنا باخدش الناس مش رسل هما نازلين عندي بس عادي دي قايمة أخيرا الزمالكوية تجمعه في مقطة موحدة أخيرا الزمالكوية بقوا متوحدين على رجال معينين أخيرا الزمالكوية أصبح لهم رمزة أو كيان أو ناس أو مجموعة هتمثلهم جوا سواء نجحت أو فشلت الناس هيحسوا أخيرا الناس هتحسوا أخيرا أن فيه ناس بتمثلهم اللي فيه ناس منهم ده أحساس ده أحساس مهمة قوي ده أحساس كبير قوي ده أحساس عظيم قوي رجع اللي فيه ناس من المهندس جاي الدكتور الناس دي كلها جاية من أول طفل من أول يعني واحد صغير من أول واحد صغير في القايمة اللي هو أحمد خال اللي هو أكبر حد اللي هو كابتن حسين كلهم جماهير كلهم مننا كلهم من نادي الزمال فالاستشكال إن شاء الله يا تقبل ليس القوة أو اللي أنا هموت أنا مش هموت إلا على الناس أنتوا عارفين اللي أنا أقصدهم ممكن لكن وجود خالد لطيف داخل مجلس إدارة كابتن حسين اللي بيبقى أو قايمة الزمالك أو أنا أو قايمة الزمالك أو أنا هتقوبة كارثة على نادي الزمالك بشكل كبير جدا لأنه أعتقد الناس مش هتتعامل معاه مش بس لأنه من النظام السابق مش بس اللي هو كان بيتهزع على الهوى سبتمائة مرة وإيميج الناس الزمالك وشكل الناس الزمالك مش بس لأنه لأنهم أهضروا مال العام في نادي الزمالك وآخرها الصفقة المريبة اللي قال لك دفعنا فلوس فريرا فريرا ده لو روناندو مش هيقب بل الفلوس دي كلها مش هيقب بل الفلوس دي كلها لو ما تقبلش لازم القايمة تدعم عمجيت سليم القايمة لو دعمت أي حد غير المندو هيخسر أصاد أصاد خالد لطيف مهما هي دعم المندو يا جماعة أستاذ حسام المندو عنده قوة في الانتخابات عارف أنت اللي هو الحزب الوطن زمان قبل عشرة باستثناء خمسة يعني باستثناء سوريا عشرة ما كانش بيزور قوي التزيير ما كانش كان لأ كان بينجح عن طريق اللي هو التزيير ما كانش بجوة الصندوق بس كان عنده العمد عنده العمد دول بيقدروا يحشدوا يعني مسلا عايز عمدة كفر مش عارف إيه دلوقتي العمدة ده بينزل يجي ببنتها الخمستاشر بيجايين في بكروباس كله بالبطايق داخل يحشد الحجد داخلين يراحين في صندوق معين يده مثلا وليكن الأستاذ محمد إبراهيم مثلا فدولت كان عنده قوة الحجد الحزب الوطني زمان لحد خمسة بعد خمسة كان فيه تزوير في الصندوق اللي هو بيقدر يقول للعمد بتوعته اللي عنده قوة الحجد المرة دي الوحيد يعني اللي عنده قوة الحجد في مجلس إدارة كابتر حسين لبيب هو حسين المندوق أصلا فلازم أصلا حسين المندوق اللي استشكال بتاعه يتقبل لأسباب كتير جدا لا مش شراء أصوات يا أستاذ إهاب هو كان فكرة اللي هو لا ده توجيه سياسي توجيه فاللي عنده الشكل ده مع عدم اللي عنده مكربسات وتيجي كنا أيام انتخابات دكتور كامال دار ويش كنا بنقول الساعة 3 اوتوبيسات المدارس جات خلاص الموضوع انتهى للمندوق صين فالمندوق صيني عنده قوة حجد أصلا لنفسه لكن لو هو ما دخلش ما اعتقدش هيدعم الراجل بالشكل ده فأنا بقولك لو الاستشكال ما تقبلش خلال نطيف نجاح بنسبة تتخطى 90% حجد بتاع المندوق صيني له قوة تصوطية كبيرة جدا لو الاستشكال بتاعه ما تقبلش ده والاستشكال بتاعه ما تقبلش انا بقولك خلال نطيف هيكسب ودي هتوبة كرصة على النادي الزمالك الناس مش قبل وجوده الناس واي عضو ده دي رسالة لاني فيه اعضاء في القائمة الموحدة عشان تنجح هي ما بعيدش حسام المندوق انا بقولك انا مش من مهويس حسام المندوق ولا في دماغي يعني مش من الناس اللي انا رايح اها يعني عندي كابتن هشام الناصر عندي الولاد الصغيرين كلهم عندي امل فيهم عندي يا الله جبار كابتن حسين لبيب طبعا استاذ عمر الأدهم كل دولة ناس زقيمة الواحد ممكن بس فيه ناس اعضاء دي رسالة اعضاء اللي في القائمة ما تقولوش للناس لما الناس تجي تقولك طب وخالد لطيف ما تقولو لهمش احنا مش في حرب مع بعض وبعدين اي يعني لما تنتخبوا خالد لطيف لاني الكلمة دي بدأت لا يا باشا قول له حسام المندوق لحد ما يرجع حسام المندوق هيبهو الخيار معنا قول له حسام المندوق هيبه الخيار معنا ولو ما نجحش ادو اي حد فتته الأصوات اعملوا جيم ضد خالد لطيف لخالد لطيفة طب ما مشكلة انا عارف لو هيكسب حتى لو عملته الجيم بس ان شاء الله اللي استشكالها هتقبل ويرجع حسام المندوق وبعد كده بقى لو في حكم القضايا هيبه فيه اندخابات على المنصب ده ممكن اللي ما ينجحش في كابتن هشام وهن العتال ممكن ينزل ينزل عليه بقى فيه مبعد بس ده ده تخيل كبير جدا شفتم بارحة كابتن حسين طبعا كابتن هن العتال وستاذ هن العتال وهشام الناصر لما قابلوا بعض فون السبورت انتخابات أمريكا انتخابات أمريكا الناس بتسال مع بعض وانت فين وقعديننا فطين ليه مع بعض ومش عايف ايه بنسبة كامل استشكالة إبلا سنتي بنسبة كبيرة جدا لأن البصها جماعة أصلي فيه قابت حسين غالي موجود وهو عضو مجلس ادهارة في النادي الاهلي وعضو مجلس شعب كابتن حزم امام نفس الكلام أكتر من حد أكتر من اسم أكتر من اسم موجود واخد نفس الصفة يعني معاه عضو مجلس شعب وعضو وعضو مجلس ادهارة في قندها أكتر من حد كابتن محمد مصلحي النائب محمد مصلحي أنا بلقول دايما النائب محمد مصلحي فمش عارف ليه طبق التطبيق ده طبعا قانونيين هم اللي أكيد فاهمين وأكيد القرار صح أنا منشككش في القرار بس فيه استشكال إن شاء الله يتقبل والجرح يا أستاذ كريم عدد والجرح نفسه كده فالموضوع بس لكن أنا بقول لكم قولا وحيدا وأستاذ أحمد دياب طبعا لا أستاذ أحمد دياب يعني ممكن يتقبل فيه كتاب يعني ممكن تقبل فيه كتاب في المناصب الكتير اللي هو مسككتاب كامل كده يعني مهم مش هيخلص هنفضل نلف في الورق بتاعه ده يعني الموقف بتاع اللجنة اللايحة تغيرت أيوة ما هي اللايحة تغيرت لايحة الزمالك ما نعرف ما هو عشان كده القاضي طبع حكم بالورق اللي عنده في حوار اللايحة اللي تغيرت ولكن هو هيستشكل على لايحة تانية أصلا تانية هو أخواني أنا أقول لكم الحوارات الإدارية لو أنت عايز تعمل لو أنت عايز توقف أي حاجة هتوقف لو عايز تمشيها تمشيها فربنا سهل بس ولستشكالة إيه بالبكرة هواحنا المرتضاء كان كده نفسه أصلا فخلينا يعني ده موقف القيمة من التعامل مع خالد لطيف وده كان كل الكلام معلش نب نطولنا شوية وكان الجزء الأكبر في موضوع الأهم في الساعة دلوقتي هو موضوع فلسطين رب ننهي بي يا رب كل الدعم وكل المسندة وكل الوقوف جنب هؤلاء الأبطال اللي بيدفعوا عن هذه الأمة بمفردهم عزلوا بمفردهم سلام